والمتابعين اما تخلعوش تقولوا ما للربالة دير الناد الفراقش هادو هادو فراقش ميكروبيستان اليوم الحباب دينا منين كان كايتنزه فالتروة دي الخوه الديوتي المهم الحباب دينا ويصور لنا الفراقشات المهم قبل ما غادين جاوبوا هادا ميكروبيستان هو وشنيتيكا والسريعة هي تتأمل تتأمل تهياء المحل ديال الزوج دياله وكتخيل رصا سيدة اعمال المهم تحية الجميع المتابعين دينا اين محلوا وارتحلوا داخل المملكة المغربية الشريفة او خارجها الحباب دينا ما تبخلوش علينا ودائما كتبخلو علينا من لايكات يا البنضية وما تبخلوش علينا من البرتاج وكذلك بغينا واحدة التعليق ديالكم والرأي ديالكم المهم الفيديو ديالنا غادين تكلموا على هاد ميكروبيستان والسريعة وكذلك يا ترى العاقبة وكذلك غادين تكلموا على الخرجة ديال زهير اللي كيجاوب فيها الطاصرة اللي ما ربوهاش وليدها المهم غادين بدو على بركة الله اخواني اخواتي وخصوصا مني نتكلم زهير زهير على القضية ديال ممارسة ديال ستت ساعات اللي قلناها الحباب ديالنا تشوف الخبرة وهاتشي قلتونا سريعة سريعة وورا مطالعتها وورا كنت تصنط على الخبرة وهاتشي را عارفه سريعة وهو عارفه اخواني اخواتي الداصرة لهذا ما كنت جوبناش على القضية ديال ستت ساعات هات ستت ساعات يعني احنا تقلينا احنا تقلينا بأنها عادة سرية عادة سرية هنا واش غنطيقو ولا ما نطيقوش نديرو علامات تتفهم المهم هنا كانت طرحوا عدة احنا عارفين بأن هذه الداصرة كانت تدخل مع الجوج دليل مع ثلاثة دليل ما كانش حاكم يحكمها وخابها كان معها خرجت من الدار في رمضان وباتت في الزنقة يعني هات المسائل هاتي اللي نقول الله وربها كائن ممكن انها كانت خرجت ذلك الليلة وجات مع الجوج دليل ولا ثلاثة دليل ولا الوحدة دليل ونعسات هالحباب ديالي وديك الساعات باش مش تدارت الخبرة كانت ممارسة ديال ستات الساعات هنا يرى كان زهير انه مش دود مش دود إذا السيدة هاتي اللي كانت كاتعاير آية وكاتقول لك مش غير هو مش غير هوا هاد الكلام اللي قالتو الآية وكانت كاتعاير آية وركي ما عطل هاش هاد الكلام رأة كانت تطبق عليها كانت تطبق عليها بالدليلي والبرهان بأن البنت مدودة متلطى شر سعنة متلطى شر سعنة مش غير جينا وقولن احنا رأكلنا كندفعو بش راسا ما كنتش كان ضن كسحة بنهية الضحية وهات زهير هو الأول والأخير وعادة سرية ومهم إخواني أخواتي راكم شفتوا الدفاع دي أنه كان بشراسة ولكن في الأخير والخبرة اللي تقالت على عينك بن عدي فلاذهات المحاكمة اللي خلاتها كل مرة كتسمعه لأستاذ الروجاني بالوسخ والخنز والطوت وتعفن من الجهتين كانت كتنود والضرب على أحنا كهويلي وبغت تمثل حتى في المحكام والخبرة أمام مثل تدي القضاة كما كتمثل على المتابعين أو بعض السدج اللي تابعينها ومازالك تمثل عليهم كما الخرجات اللي كانت ضد آية مو سنطيحك كأنها رابعة العدوية كيفيش الممي ما الشرف الشرف ما كيتشرا ما كيتباع وخم مئات مليون رجعتنا أخبار كأنك كتديري الشيشة حتى سبحان الله ربي ما عطلها شو كل شو صنا كل شو صنا الشيشة والعلاقات المتعددة والخبرة والخبرة إخواني أخواتي اللي كانت في العلان اللي كانت في العلان إذن هتسيد هذا هتسيد هذا غلاط ما كنقولوش احنا ما غلطش إلا غلاط ونقطة سوداء في الحياة دياله إلى رهدد أدد ثمان ديالها أدد ثمان ديالها سنة سنة رهقلك بأنك بأنه ملفعلة ما بغناش نقولو ديك الكلمة ديال مغ فهمتو لأنها يعني اليوتوب ما كيقبلهاش هي رادار تلوفات الشيشة بأنه ملفعلة إياه آخر واحد غدي جمع غدي جمع الأغلاط ديال بزيف ديال الزبناء دازو أيهو الكليان دازو يا الحباب ديالي مكانها الزحط المهم الولد أنه مشا غير أنه مشا معها لأنها ما زال صغيرة أنه تحكم بسانة لكن ملفعلة ملفعلة سري غدي ندي معي حتى نموت السيدة تدر اللي بغت وتقرر اللي بغت والناس غاي بقى يقولوا لأميناتو أميناتو هذه البنت صغيرة بدأت صغيرة مسكينة شمين مسكينة هذه نبتة سيئة هذه نبتة سيئة خرجت المجتمع اللي كتتنشر لنا الفساد والمنكر المنكر وكتعطي واحد النصائح اللي هي ماشي أهل لها ماشي أهل لها ممكن أنها تدمر شابات في مقتبل العمر لأن ما زال البنية صغيرة ما زال النمو دي الفكر دي لهم ما كتعملش ما زالوا أنها تعطيهم السموم هذه توكسيك ماشي راشلك اللي توكسيك أنت اللي توكسيك لهذا يعني 6 ساعات قبل الخبرة هناك علامة استفهام هناك تسيد هدي مع من مشات واش بها خلها تخرج في الليل تخرج في الليل تمشي طلاقة وتلبي رغبات هالجنسية سمعتوني وقدير فيها ضراما إخواني أخواتي ليس الضحية لا 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 كانت عندها علاقات مع رجال مزوجين وعندهم ولاد فهمتون مزوجين وعندهم ولاد وما قالتش بأنني انتقى الله فاتش اللي كان دير من 13 عام بقات غادة 13 14 15 16 17 17 إخواني أخواتي كل السنة كل سنة حتى فرمضان فرمضارة ماشي كان كذبوا عليها خرجت وتصورات مع الوين وباتت خارج الدار خارج الدار يعني الحسيمة الحسيمة مشت غيرت عرفت على واحد إحنا اللي كان نقول لكم أن اخت صوراتها فقط صوراتها أنها راكبة مع واحد من الباب وطيل ومشت هدا هو اللي عندنا الناس اللي كتروج فيديو إباح إحنا ما عدناش هاد شي هدا عد ها عد نخت صورتها وهي مشت مع شي واحد سيدة فيها الدودة سيدة مدودة مدودة هاد شير الأرشيف ديال هال مصخ ولي كيقول هاد شي بندم منك نقول مسكينة ضحك لها منك تكون غلطة وحدة غلطة وحدة غادي نتفهم بأن وحد الوحش أنه ضحك لها وأنه غرر بها لكن هناك تكرار وقال لك عمر الشيخة ما كتنسى هزت الكتف هزت الكتف والدليل بأن سريعة قتلك مني كتكون في الدار مني كتجي الحالة ديال الدودة كتقول وعباد الله وعباد الله زوجوني وكتمشي تفرع عليهم الباب ودق عليهم واش كتديره واش وزوجوني وفهموني هزت شركت ديره المدودة هزت غير طبيعي غير طبيعي باش تبات خرج هزت المدودة هذي تبغي تشوه الصمعة ديال العائلة نكن دفع العائلة ديال زوير لماذا دار تولو العائلة ديال زوير على أمو على أبا على عائلته على عائلته الناس اللي تقول زوير وزوير خليه أبار لكن العائلة ديال عمر هج بدت بالعيب عمر هذي العائلة خرجت للسوشي الميديا لا ما عنداش الحق انها تتكلم عليه احنا عمر معرف بان ببين ديال زوير سمح فيهم تاجات العائلة المشوهة ضاصرة اللي صبطات ومرمدات الجد ديال ها بغا انها تمرمد هذي العائلة هم مصخين ومشوهين وجفاف اليوتوب بغا تلعائلة ديال زوهير تمرمد هكا لحد الآن زوهير مازال كيجوبها كيجوبها وملحقوا بانه كيبيل للناس انا ماشي هو الوحيد لا لا راني مش دود وانت بتطف الخبرة انها مشات استدسعت قبل الخبرة يا ناس يا عالم يا هو مش مش انا بوحدي غار انا هزيت الدقة غسكم تجيبوا الخرين اتا او ما يتعاقبوا عليش هو يكون كبش في داء ودت 8 سنة من الحياة دياله اللي صد فيها الحانوت والقاد دين تراكم عليها لتلع عشر المليون وما دام عاو تتزوج وابغ عاو تتتجر به اجين تزوج وكتبكي وكتخنن عليه عندك زهير اللي سمعتي شي حاجة ويا عارف الناس مصورينها بالشيشة والناس مصورينها في الاماكن اختها ومصورها فهمتو مشت عند حانان شانيل ضر البيض ومشت صر في عين الدياب وهي مزوجة وهي على دمة راجل والقانون انه يعقبها بما انك متزوجة وعلى دهر الرجل ما يمكنكش انك تمشي على حل شعرك وبما انك مدودة ما كتقدريش تصبر اذا الرجل كيدافع على رأسه لحد الان ما زال متابعين كيقولوا لوركا ما زال ما زال طب ما شي قاصح معها ما زال كيراعي ما زال عمره مش بدبها ولا عيره ولا عمامها ولا عائلتها ولا تصلتها ولا اتشي حاجة ما زال كيجوب على النقطة على النقطة المهم ما ولي كاينة الناس اللي ما زال كتدافع على هاد العائلة المشوهة واش من نيتكم والله القصم واش من نيتكم ركتدافع ولا المنكر هادو عائلة ديال المنكر متحركة على المواقع ولازم اننا نحربو هاد المنكر ولو باللسان ديالناس سمعتوا هادي حقيقة المهم غادي نرجع الميكرو بيستان ميكرو بيستان ما خللنا الجد والتصيل وقال لك غير بينا وما كان عن جد بابكم عن جد كوم وانا اللي غن سمعني 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 الخبيض والخبيض الفران انتم الحاجة الوحيدة اللي مازال الى اتحد المتابعين والمغار باركم عارفين غادي خليوكم تنش الدبان سمعتوني غي يا جفاف اليوتيوب واش غادي تربينا باش غادي نحيوك نهائيا من اليوتيوب المغربي الى انت ولا تصيلتك انتم جفاف معدكم كرامة انتم ما كاتبعوا كرامتكم في اليوتيوب كثير والجد بالعفن غادي تقول انتم غادي تربينا كان زمان ويقبر مني كيس حبنا عائلة كتقلب على الحق ديالها ولكن انتم من يشتري من يتفرق جمع فمك يا الحباس جمع فمك يا المصخ يا العائلة المشوعة والزوينا قال لك هاد ميكروبيستان قال لك صديقه دار هاتش من العرق جابينو هاهاهاي غلا يضحكتين 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 يقول داروا بأسرار هادي كيقولهم الهادي تيخرجهم يتعطعوا مع بعضياتهم كيتاجر بعيالاته كيتاجر ببنياته كيقلسوا محده ويضربوا في مهم دار هاتش بالمعاطية مع مرته مع سعد مع إطارة الجدل بالعفن أنه استغل قضية ديالزين المحارم هاد الديوتي وكل لحمه شرب دمه هاد أخوك وانت لبقيت كطيرك يا الله ياولدي تجيب الربحة أنا ملخرة تستيف زاز اللي كتستفز المتابعين والله هلا غادي تجيب الربحة المهم كان بعض المتابعين اللي كيقول لك بأنه كيكلاشي سعاد كيقول لها غادي تشوفي وغادي زعماء انتقموا منك وانا غا تطحي في الدين والله لا سمحنا لك باش تسمعي يا سعاد باش القضية ديال التجارة في البشر تتبعيها نيت ركي حكيتين ومزنفرهم في الأرض وربته مدفعتين لهم ملايين صحيحا الصراحة هي هادي دارت المجهود مع هاد العائلة المشوهة ونيت رباتهم وكنت منه وأنك تكملي في القضية ديال التجارة في البشر لأن هاد النس هادو خصهم الردع الردع وحتى ديك بنتك أنك توصلها نيت بالعقوق بالعقوق وديك ساعة لا بغت تسمحيها سمحيها ولا بغت تربيها ربيها لأن هاد النس هادو ما بغوش يحسمو نهائيا وهاد البنت هاد يجي قدامها كتاجر به كتاجر به إذا مكروبستان أبو فراقش أبو رجيلاتك هكو صغيرين ديرين في حل ديال الشريعة وفي حل ديال السريعة قال لك هاد المحل هادا كتفتخر به زنوبان ساقع مش بد آمن وقدام نهائيا مش بدومش غزنوبا لا رابو كريش عندو ربعة عندو ربعية مكروبستان سمتيني ولا ما سمتيني شرب عاد يالولادو في داك المحل وقال لك السريعة قال لك غدا كتفتخر وتتمختر وتتمختر لا في المحل تقول لي بغا صغير ها نقولوا عليها سيدات أعمال والمشوها واللي كتبيع قصيرات وكتبيع قصيرات وكتبيع قصيرات في اليوتيوب باش الله وعسى أنها تجيب المشاهدة يا وش نيتي كلهم غبرين حالتهم ودك المحل كلهم غبر والحالة لا هي حالة هدك المحل بالحرام ها دي دير فايت سحابكم ها دي تربحوا منو والله لا يربحتوا منو للاكم أسماء بيوتي وراجلها المشروع الأول والتاني فايت فايت سمعتيني ولا ما سمعتينيش ها هاي الله قال لك الحرام ويدهبوا بالحلال ونتدوك الفلوس كاملين حرام في حرام وإحنا عارفين ومسألة وكل شي عارف ذوك الفلوس منين جاوا ما نتحكوش على بعضيات سمعتين ولا ما سمعتينيش المهم الحباب دي ننتظر ونفوحة اللايف غادي نكونوا غادي نشرحوا بزيف دي النقاط وأكيد غادي نتكلموا على بزيف دي دي الخروقات اللي كيديروا هاد العائلة المشوهة ونحن ولكا بالمير صعادة ورينح نتديك غادي نطيح شيقانات غادي نديل الشيقانات ما تكونش الحاق انتو مالك تخرجوا شوها كان زمان وقبر تقي الشيقانات والله يا ولي ديلا بقيت في اليوتيوب ها 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 يوالناس اللي كتصنط علي فصطح صحاب العائلة المشوهة وصلوا له هاد المقطع هذا ونحن نحن معك في هذه التيران ديال اليوتيوب يالله تلاحوا يا الكلاب اخواني أخوات يعجبكم الفيديو لا تخمموا الى الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامة